أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وقوية من حلقات برنامج آخر كلام في حقيقة الأمر أن هناك علاقة وطيدة ولسيقة بالمخدرات والأعياد والمناسبات حالة العامة من البهجة والسرور الموجودة في هذه المناسبات مثل مناسبات حفلات الزفاف حفلات رأس السنة بتبقى البوابة الأكبر والأخطر التي تؤدي بالأشخاص إلى الوقوع في فخ طاعات المخدرات بنلاحظ كمان أن في أشخاص بتعد العدة الكاملة بأقصى ما فيها من قوة من تجهيزات وتحضيرات لهذه المناسبات عن طريق تجهيز أنواع مختلفة من المخدرات أو عن طريق مسج أكتر من نوع سوياً وهو الأخطر والكارثة الأكبر عشان يوصل بالحالة المزاجية بتاعته إلى أقصى درجات السعادة لإحتفال بتلك هذه المناسبات فحلقتنا النهاردة هنعرف إزاي نحافظ على المدمن المتعافي من فخ الوقوع في الانتكاسة وكمان هنعرف إزاي نحافظ على أطفالنا وأولادنا المراهقين من الوصول إلى هذه البوابة والعبور منها وهي من أخطر البوابات هنعرف كل ده النهاردة في حلقتنا مع الأستاذ محمد البيومي رئيس مجلس إدارة مركز خطوة بخطوة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ولكن بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الأستاذ محمد أهلا وسهلا بحدي جوز محمد وشرفنا ومنورنا النهاردة في البرنامج ده شرف لي أهلا وسهلا أستاذ محمد عايزين نعرف من حضرتك إيه هي العلاقة بين المناسبات والإدمان الأول بس كل سنواتوا طيبين حضرتك طيب يا رب بصرة برنامج آخر كلام وكل الإخوة الأجباط وكل المسلمين سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله ويا رب كل واحد يحقق اللي بيتمنى يا رب الله معنى الإدمان والمواسم فيه حاجة اسمها ارتباط شرطي المناسبات من المواقف يعني إحنا لو قسمنا المواقف لمواقف صغرى ومواقف كبرى هنلاقي المناسبات دي ممكن تكون من المواقف الصغرى زي أعياد الميلاد زي الأعياد العياد الصغار العياد الكبير زي ليل الترسل السنوة النهاردة المواقف الكبرى زي الوفاة عزة وفاة شخص عزيز حادثة دي اللي بنسميها المواقف الكبرى عدم واجهة بقى الواقع وعدم القدرة على أن هو يواجه الحالة آه طبعا ما بيتحملش في ناس أصلا لجأت لتعاطي المخدرات بسبب فجدان حد عزيز عليها الهروب بقى من المشكلة ما قدرش يحس المشاعر السلبية اللي هو عايش فيها فلجأ للمخدر عشان يدوي ذاته دي نظرية اسمها نظرية مدوات الزات آه المواسم عموما زي ما قلت لحضراتك إن فيه حكاس مرتباط شرطي بالمواسم النهاردة أنا بقى لي كتير فيه صحاب ما شفتهمش آه ممكن يكلموني عشان الليلة زي دي فهنتفق مع بعض هنرتب صهرة مع بعض آه خروجة هيبقى فيها تعاطي مخدرات بكميات كبيرة آه تعاطي مخدرات بأنواع مختلفة فده السبب لارتباط المخدرات بالمواسم والمناسبات طيب بنلاحظ كمان في المواسم دي إقبال كبير بطريقة وبشكل ملحوظ جدا في المناسبات دي عدد الإقبال على المناسبات دي بشكل كبير مرتبط جدا بالإدمان هنالك زي ما قلت لك يعني المتعاطين يعني النهاردة مثلا عندهم حفلة فهو لو بيتعاطى جراءات معينة في الأيام العادية لا هو هيضاعف النهاردة عشان النهاردة إيه مناسبة أو النهاردة حفلة عن النهاردة موقف عالي الخطورة طيب أستاذ محمد أكتر فئة معرضة للوقوع في تجربة المخدرات لأول مرة هي فئة المراهوكين طبعا سهولة الحصول على النكوتين والتبغ والكحليات لأنها غير مسئولية قانونية ما فيش مسئولية قانونية بيحسب عليها في الحصول على هذه الحاجة فهو بيحس أنه هو كده في منطقة آمنة بل بالعكس هو أكتر خطورة لأن دي بتعتبر البداية الخطورة حضرتك زي ما قلت لك هو طول الوقت في خطورة على المراهق من الأصدقاء من المواقف اللي ممكن تمر عليه لكن المناسبات أخطر دي زي ما أنا قلت مواقف فعالية الخطورة بالنسبة للمتعافين بالنسبة للمراهقين واحد عايز يجرب حاجة جديدة صحابه النهاردة بيدعوه لصهرة بيدعوه الحفلة فهيروح الحفلة بكل مستلزمتها مستلزمتها أن فيها تعاطي مخدرات مختلفة الأنواع ممكن خمرة اليوم ده مشهور بكده ممكن سجاير زي ما حضرتك قلت نيكوتين طبعا نيكوتين وفيها تبغي مخلوط بأي مادة من المواد اللي ممكن يتخلط بها فهي المواقف دي اللي ممكن يكون فيها إقبال بالشكل ده لكن على المراهق دايما فيه خطورة طبعا أنه ممكن يتعاطي لو ما فيش حد متابعه وما فيش حد بيوجهه فيه خطورة طبعا أنه ممكن ياخد حتى في الأعمال العادية بس الإقبال أكتر بيبقى في ليلة زي دي لأن فيه ناس ممكن عندها مفهوم أنه هي مش هتشرب مخدرات يرفل في الحفلات أو المناسبات فهو ده اليوم اللي هو إيه مكرر أنه هو يتعاطى فيه فهو هيروح عايز يعمل بقى دماغ جمدة دماغ قوية فهياخد كميات كتيرة وهياخد أنواع مختلفة طب ما هي العلامات التحذيرية لتعاطي المخدرات خصوصا في سن المراهق أول العلامات التحذيرية اللي هو الفلوس طبعا أنا بطلب فلوس كتير طلب عليها بشكل مستمر آه من غير ما يكون فيه أسباب أو جهل صرفها والنوم مش منتظام على حسب المخدر اللي بيعطي عطاه زي ما قلنا أن فيه حاجة هاي وفيه حاجة داون الداون بينايم ممكن ينايم لفطلات طويلة اللي هاي بيصهر بالتلات أيام زي الشاب وزي ما شرحناه قبل كده فدي البوادر صهر بالليل نوم بالنهار بيبقى عكس يومه آه مش مبين أو مش موضح الأصدقاء اللي هو ماشي معهم يعني فيه جملة دايما كانت بتقل الأمهات ده واحد صاحبي ما تعرفوهوش عشان يهرب من السؤال فواحد صاحبي ما تعرفوهوش دي بتتقلع على كل الشلة اللي ممكن يتعطى معاه عشان مش عايز يظهروا شخصياتهم عشان ما يتقلوش دا فلان دا لأ أسلو كوحش ما تمشيش معاه الكلام ده عايزين ناخد حضرتك في جولة سريعة كده لخطورة العقاقير اللي بتتتناول أثناء الاحتفال برأس السنة زي مثلا الكوكايين طبعا دا بيؤدي للإصابة باستكتة القلبية واستكتة الدماغية وكمان فيه الاكسيتاسي بيؤدي للإصابة بالفشل الكبد وفشل الكلا وكمان عندنا عشبة الماريجونا دي بتؤدي إلى ضعف الزاكرة وصعوبة التعلم والنيسم ما فيتامين دا زي ما ذكرنا مع حدتك في الحلقة السابقة دا بيؤدي إلى السلوكيات الزهنية عايزين نعرف بقى الخطورة من خلط كذا نوع من أنواع المخدر دا في وقت واحد الاكسيتاسي مش ممكن ما يتخذش غير مع الخامرة لأنه هو مخدر حفلاته بهالوس فهو يعني هاخد ايه جنبه يليق معاه هاخد خامرة عشان هو بيدي نشاط كبير يعني واحد صارون في حفلة بقى عايز يتنطط ويرقص وكده المشكلة في خلط الشابو بالهروين بقى فيه دلوقتي متعاطين كتير فيها كبيرة بتخلط الشابو مع الهروين بيسموه حاجة سبيت بول كورت السرعة دي طبعا عشان ايه تجيب مفعول من الآخر يعني أنا عايزة أعمل آخر حاجة بقى في الدماغ فبخلط المادة دي دول على بعض واخدهم دي طبعا فيها خطورة عالية قوي لأنها ممكن تعمل أوفردوس لأن دي مادة ودي مادة تانية ده ميس أمفيتامين وده أفيونات فدي منشطات وده مثبتات أو مهبتات فالتنين عكس بعض فممكن تعمل أضرار كبيرة جدا المخدر زي الماريجوانا هو مش منتشر بصورة كبيرة في مصر بس فيه أنواع تانية زي الحشيش أو البانجو أو الهايدرو أو الفودو أو الحاجات الشادوة أو الأساميل الكتيرة اللي طلعت دي كل دي فيها طبعا التركيبة الأساسية بتاعتها كتامين وده مخدر قوي جدا لأنه هو أصلا مخدر حيوانات إحسانات الآن كده طيب دور الأسرة بقى المدمن المتعافي النهاردة ده يوم صعب عليه وبوابة خطيرة جدا أنه هو يمر بيها مرة أخرى عايزين نعرف النهاردة من حضرتك دور الأسرة اللي تتبعه النهاردة في اليوم ده من أجل الحفاظ على المدمن المتعافي من الوقوع في فخ الانتكاسة هو احنا يعني مش هنتكلم على المدمنين كلهم المتعافين بصفة عامة هنتكلم على الفئة اللي لسه تعافيها قريب اللي لسه حديثي التخرج ولسه في مرحلة الخطورة دول اللي احنا بنستدعيهم عشان يقضوا يوم زي ده جوه المؤسسة جوه المكان العلاجي وسط زميله عشان ما يبقاش لوحده في يوم زي ده لأن اليوم ده بيجي طبعا أفكار ضرب كتير يوم صعب جدا على المدمن المتعافي طبعا آه موقف عالي الخطورة فهيحصل فيه أفكار ضرب ويحصل فيه أفكار سلبية كتير فاحنا بيفضل إن كل حديثي التعافي ييجوا للمكان العلاجي ويقضوا مع بعض الوقت ده طب لاحظنا في الفترة الأخيرة ارتباط الأجبال على تعاطي المخدرات في مثل هذا اليوم بالجريمة المشكلة الكبيرة إن يعني تعاطي المخدرات في اليوم ده ببقى هو طبعا عامل الدماغ الهوي اللي حضرتك قلت عليها فهو مفيش بقى مجال إن أنت تتكلم معاه أي حاجة بالضبط هو واحد بمعنى أصح مروأ ودماغه عليها فهو مش حابب إن فيه حد يتكلم معاه فممكن لو واحدة بتتناقش مع جوزها في يوم زي ده تنتهي المشكلة في الآخر بجريمة حد زي اللي بياخد مسأم فيتامين لو ضرب بكميات كبيرة وحصل مشاكل نفسية زي ما قلنا هلاوس بصرية وسمعية ممكن يشك في كل الناس اللي حواليه وممكن على أثر الشك ده إنه يوصل إنه هو تنتهي به لجريمة المراهقين بقى يا سيد محمد دي فئة خطيرة جدا 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 ودايما بنخاف عليها في وقت المراهقة ده لإن هو استعابه الزهن لسه ما وصلش إنه إنه إحنا خايفين عليه إن الأهل والأسرة خايفين عليه هو في اعتقاده إنه هو خلاص كبر وعلى وعي كامل وداري بكل حاجة حواليه مش محتاج إنه إنت تتوجهه ولا تنصحه بزرط عايزين نعرف النهاردة نحافظ إزاي على المراهقين في يوم زي ده أنا عايز أقولك إنه مش فقط المراهقين بس اللي بقت شايفة نفسها كبيرة دلوقتي يعني فيه أطفال ما بين عشر سنين وانت طلع كده بقوا شايفين نفسهم برضو إنه هم أكبر بما يكفي إنه هم يعرفوا يتصرفوا المراهقين ده سن خطر جدا ده سن الخطورة سن التجربة زي ما احنا بنقول أو سن الحفلة زي ما احنا بنقول فهو ممكن يبقى عايز صحبي بيتخلي اللي هي دي شكل من أشكال الرجولة لما تشرب سجارة لما تتعطى نوع من أنواع المخدرات أو نحن النهاردة حفلة يعني ليه لترز السنة وهو يوم واحد بس تكتجربة كده فاليه ناردة ما نعملش كده وخلاص بكرة مش هناخد تاني وللأسف فيه ناس من اليوم ده بتكمل تقدر مستمرة في الموضوع آه بتقدر الموضوع بعيجبها وغصب عنه بقى هو عنده سلوكات إدمانية أصلا عنده قابلية للإدمان فخلاص هو مستعد ومهيئ نفسه آه عنده سهداد فبيكمل اللي بيخلع ده بقى الحمد لله يعني ربنا كرمه ما عندهش مرض الإدمان ما عندهش سلوكات خطر فهي مختلفة من شخص لشخص ما نقدرش نعمل لحاجة محددة أو نقيم ما نقدرش طبعا لكن كل المرحلة بتاعت المراهقة مرحلة خطر جدا ويجب توعيتها ويجب توجهها ويجب مراقبتها بس عن بعد ما حسسوش إن أنا برقبه أو ما حسسوش إن أنا شاكك فيه لأنه هم أصلا ما معاتش فيه استجابة وعنده هيخليه خلاص أنا هعمل بقى طالما أنا مشكوك فيه أو العين علي كده أو بترائب بمعنى صحة فأنا هعمل لكن هي مرحلة خطر ولازم فعلا توجهها ولازم مراقبتها كويس جدا بس لازم كمان يا أستاذ محمد يكون فيه قضوة حسنة في البيت ما ينفعش أنت تكون بتعمل حاجة قدامي وأنا شايفك بتعمل حاجة دي وهستقبل منك المؤسرات البصرية والعقلية بتاعتي مش هتستقبل منك أصلا حاجة زي كده أكيد لازم يكون فيه قضوة حسنة الأول بتتكلم معي بصيغة كويسة تقدر توصلي طبعا ما ينفعش ابني يشوفني بتعاطى أنواع مخدرات ويجي أقول له لا ده أصلي دي مش كويسة ابعد عنها ما هو يعني أنت النموذج بتاعه أو أنت القضوة بتاعته أو أنت قصة المنشأ اللي هو بيحب يقلدها في كل حاجة هو معرفش أي حاجة الوقت عن الشرع اللي بره هو أنت قدامه كل الحياة فهو حابب اللي أنت بتعملته حتى لو أنت بتقول له أن ده وحش فهو حابه فضروري فعلا يكون اللي بيوجه قضوة طيبة قضوة حسنة حد مسأل كويس يقتضي به طب مفهوم بقى المتعاطي عند المدمن ذات نفسه المفهوم بتاع الإدمان عند المتعاطي المتعاطي نفسه ببقى شايف نفسه إزاي وهو في قلب مرحلة الإدمان المتعاطي المتعاطي شايف نفسه مش مدمن مش ده السؤال اللي أنت عايزة تفهميه شايف نفسه مش مدمن ليه؟ ده راجل بياخد نفس الجرعة يوميا بياخد نفس الجرعة بتاعة المقدر يوميا فهو شايف نفسه لحد اللحظة اللي هو فيها ما عندهش مشكلة لكن مع الوقت هو سهل أصلا أنه هو يبقى مدمن أو يدخل في دارة الإدمان ده ليه بقى؟ ده ليه بقى؟ عنده قابلية أنه هو يزداد في الموضوع اللي زي ده؟ بالضبط عنده قابلية أو ما عندهش أصلا استقبال مننا أنه إحنا بنقوله يعني إحنا بنقوله أنت في حالة حرجة هو مش مستوعب؟ هو حمل للمرض أو عنده سلوكات أصلا خطر ما خليه متعاطي ولكن هو شايف نفسه الوقت أنه هو في الحتة الكويسة أو في المكان الكويس هو ما بيزودش جرعاته هو بياخد وليكن حباة في اليوم أو بيشرب صجارة في اليوم فده ما خليه مش حسس أنه عنده مشكلة لكن المشكلة جاية جاية المشكلة موجودة في الأساس بس هو لسه مش معترف بيها وفي حالة إنكار بتتعامل بقى حالتك إزاي في المكان العلاجي بتاعك في الحالات اللي زي دي توجيه لأنه هو ده بالنسبة لنا على حسب اضطرابه إحنا هنحط المعايير بتاعة الإدمان عشان نعرف نشخص حسب DSM5 وهنكرر ساعتها لو هو إدمانه ضعيف هيلجأ للعيادات الخارجية إدمانه متوسط برضو عيادات خارجية إدمان شديد بقى ده بيتحجز زي ما قولنا في الإقامة الكاملة في المركز بس هل حالتك تعتقد أن العيادات الخارجية كافية للعلاج؟ يعني إحنا بنشوف كتير إن فيه الناس بتلجأ العيادات الخارجية ولكن ما بيكونش في استجابة أو استجابة لفترة قصيرة جداً والمشكلة بتعود مرة أخرى كافية للعلاج لللي عايز يتعالج فيه ناس بتخدها بتستغلها كسكة إن أنا عايز رايح الزبون بمعنى صح عايز رايح بابا وماما ومش يحفين أنا عندي مشكلة طب أنا هروح الجلسات في العيادات لكن في النهاية أنا هعمل اللي أنا عايزه آه ما أنا بدل أنا بتكلم عليه هو أصلاً بيروح معاك الجلسات عادي وبيحضر لكن هو ممكن بعد الجلسة أصلاً بيحضر وملتزم في الجلسات ولكن هتعاطى بس إحنا برضو بيبقى عندنا كنترول في الحتة دي إيه اللي بيعرفنا؟ التحليل حتى اللي بييجي عادات خارجية بيتعمله تحليل عادي جداً طبعاً ما عنده مشكلة مع المخدرات طب المكان العلاجي بتحضرتك لو جالك الشخص المتعاطي وهو مش قادر مادياً بتتصرف إزاي مع حاجة زي كده؟ إحنا بنستقبل حالات دعم كامل وبنستقبل حالات نصف الدعم بس بنشوف اللي هو يعني إيه اللي حق يبدأ يعني بنحاول بقدر الإمكان نخلي الدعم اللي يستحقه فعلاً ولو هو يعني طالما هو محتاج المساعدة وهو اللي عايز وعنده قابلية شديدة للعلاج محتاج وعنده قابلية إحنا بنساعده بنمد إيدينا طبعاً كلنا ليه ما بنرفضهش بتنصح إزيزي محمد بعمليات الشحن الكامل؟ آه طبعاً بنصح فيها في وقات معينة لما كون بقى الدنيا خلاص يعني بمعنى أصح خربت الراجل اتحبس ويطلق ويخسر حاجات كتير شغله أو وظيفة خلاص الأصل اللي يعتبر مفككة وباع كل حاجة يعني أنا ظهر عها قدامي كل ده أنا كأب ظهر قدامي كل ده فهستنى إيه أكتر من كده اللي جاي بقى بعد كده جريمة ينتحار فأنا بنقزه من إنه يوصل إنه هو يعمل جريمة أو ينتحر طبعاً فلو شحن خلاص يتشحن إيه النصيحة العامة اللي بتوجيها النهاردة المدمن المتعافي عشان ما يقعش في فخ الانتكاسة؟ المدمن المتعافي يخلي بدك من نفسك كويس النهاردة من المواقف عالية الخطورة زي ما أنت عارف قرم نفسك وسط الناس المتعافين أخرج معاهم كلم مشرفك أعمل اللي أنت تعلمته قبل ما تطلع من المكان العلاجي طبقه في الشارع وخصوصاً في الأوقات اللي زي دي لأوقات الحرجة اللي احنا بنمر بيها في اليوم ده بل الزبط أكتر وقت هو محتاج أن هو يعمل الحاجات دي بل الزبط طيب والأسرة بقى أنت بتنصح بإيه الأب والأم النهاردة يتعاملوا زي ما مع المراهج في الحاجة اللي زي دي مع المراهج ضروري أبقى عارف هو رايح فين بلاش فلوس كتير يعني لو حاجة أوفر عن مصروفه يعني لا أنا ضروري أبقى فاهم ما هو رايح فين لو رايح حفلة حتى في مكان ياريت يبقى فيه رقيبة على الحفلة دي أو معمولة فين والصحبة كمان اللي معاه لأن طبعا خطر النهاردة قوي ممكن زي ما قلنا يلجأ لتعاطي المخدرات على أساس أن هي يوم واحد بس أو مناسب واحد وجود عبوات فارغة من الأدوية وأنا لا بشتكيش من مراد معين ده من العلامات التحذيرية؟ طبعا أنا عندي عبوات فارغة من غير أسباب مرادية أنا بشتكي منها أنا اللي وصفها النفسي أو صيدالي وصفها لي فطبيعي دي أكيد حاجة بتزيب العقل نوع من أنواع المخدرات أبدأ بقى من اللحظة دي أدور بقى بالزبط أدور هو بياخد ده ليه؟ وأسأله أنت بتاخده ليه؟ ألجأ للمكان العلاجي بقى إمتى؟ إمتى حس أن أنا وصلت لمرحلة الخطورة أني لازم فعلا أبدأ للمكان علاجي؟ زي ما قلنا كده ده يعني الدنيا يعني بغيزة قوي خلاص أو الدنيا خير بيت وأنا هلجأ للمكان العلاجي لو هو اعتراف لي أن ده مخدرات لو اعتراف لي أن ده كان لمجرد التجربة فأنا هواديه يقعد مع حد يعني دكتور أو أخصائي عشان يقوله أو يفهم منه هو إيه اللي وصله لده؟ وبناء عليه بعد كده لما هيجي هيتعمله تحليل عشان يبقى لو الموضوع بقى أوفر وهو مش عارف يبقى لازم الأهل تلجأ للمكان العلاجي عشان يتحط إقامة كاملة عندك حد في المكان العلاجي الخاص بحضرتك مسؤول عن سن المراهقين؟ أه إحنا عندنا حد سن زغير هو أصلا مراهق وكان عنده مشكلة كان اضطرابه جديد وحاليا عند الوقت هو متعافي وبيشتغل في المؤسسة وهو مقتص بسن المراهقين طبعا تحت إشراف الطبيب والأخصائيات أما هو ده المطلوب أنه هو يكون على وعي كافي بسنه أنه هو يقدر يتعامل لأنه هو مر بالتجربة دي وكان لسه يطالع منها قريب وهو قعد فترة كمان بعد ما تعافى يتدرب على ده إزاي يتعامل مع المراهقين لأن طبعا اللي استخدمناه في تعافيه هو مش هنفع يستخدمه كده على طول هو ضروري يتعلم ويبقى عنده مهارة التعامل مع السن ده عمليات التدريب ده بتتم في المكان العلاجي؟ بتتم في المكان في شكل كرصات أو في حتة تانية بتدي كرصات تدريبية في سن المراهقة أو في الأطفال أو في السلوكات الإدمانية بصفة عامة في نهاية حلقتنا بقول أن المناسبات دي رحمة من الله عز وجل لازم أن احنا نقدر المناسبات دي ونحتفل بها واحنا على وعي كامل وتام بقيمة هذه المناسبات ما نسمحش بأي حاجة تعكر صفه المناسبات دي وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ أولادنا وشبابنا ويبعدنا عن طريق الضلال والشر اتبسطنا جدا نزل محمد مع حضرتك دايما منوارنا ومشرفنا وفي البنامج وبنستفاد من حضرتك استفادة كاملة جدا خصوصا النهاردة كان الموضوع شاير بالنسبة للمراهقين وبالنسبة للمدمن المتعافي نتمنى دايما وجود حضرتك معنا ونستفاد من خبرات حضرتك في المكان ده وبشكر حضرتك جدا وكل سنة وحضرتك طيب وإنما كان العلاج بتاع حضرتك بألف خير شكرا شكرا